كل مصر أصبحوا خبراء اقتصاديين وخبراء سياسات نقدية وخبراء سياسات مالية وهم مش عارفين الفرق ما بين السياستين النقدية والمالية بس خبراء برضو يعني لكن الواقع هو فيه أزمة اقتصادية في الدنيا والواقع أن مصر بتحاول تاخد إجراءات مش هتمنع بيها المد بتاع الأزمة الاقتصادية لكن هتخفف من أثره هكذا نعتقد أو نأمل إلى آخره فهمني أكتر بس في البداية يعني أنا كنت خايف زيك كده أن المصريين كلهم بيتكلموا في الاقتصاد على فجأة وكان ده أثروا على الاقتصاد سلبي يعني الاقتصاد من الأنشطة اللي بتتأثر بالمعنويات يعني لو فيه أخبار سلبية يبقى ده بكرة الاقتصاد يبقى سلبي لو قلنا فيه أزمة في أمبوبت البوتاجاز بكرة هتبقى أزمة لا فيه أزمة في الدولار بكرة هتبقى أزمة لأن سلوك الناس أولا ما يعرفوا أن فيه أزمة هيروح يشتروا الحاجة فيخلقوا أزمة فعلا بس في الحقيقة على مسيرة بقى مصر لأ أنا مبسوط أن المصريين بدأوا يطلوا على النوع ده من المعلومات المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا أنهم ما عندهمش أنت بيوتك فكري يعني ما بيقدروش ينقوا المعلومات اللي داخلانهم هي صحة ولا غلط فإحنا دورنا أن إحنا نقول لهم ارجعوا لمصادر للمعلومات يعني أنا مش مشكلة أن انتوا تتكلموا على الاقتصاد أنا مشكلة أن انتوا تتكلموا بمعلومات مغلوطة مثلا الأعداء بيد السؤال يعني إحنا النهاردة في حرب عالمية اقتصادية الحرب دي المعلومات هي لها جزء مؤثر كبير جدا فيها يعني الدول بتضغط على بعض بالمعلومات الاقتصادية أنا ممكن أدور الاقتصاد القومي عندك بكرة بمعلومة زي ما طلعت الإشاعة أصدها هيعوموا الجنيه تاني فهيعوموا الجنيه تاني الناس اللي معها دولار مش عايزة تباعها أصلا فخلقوا بالفعل أزمة إحنا ما كانش عندنا مشكلة لأن الحكومة والدولة اتخذت إجراءات استباقية يعني إحنا وإحنا في الجمهورية الجديدة اللي المصريين لازم يصدقوا أن الدولة بتضار بالعلم إحنا النهاردة عندنا دراسة لإدارة الأزمة بتقول أن فيه أزمة هتحصل من أربع شهور الدولة تحوطت لده بدأت بإجراءات النهائية استحوزت على 44 طن من الدهب من شهر فبراير الأزمة النهاردة بدأت أن هم عشان عارفين أن معدل التضخم هيرتفع في إبريل لا إحنا قدمنا العلاوة في بداية إبريل الناس تحصل عليها بالرغم من الكلفة الزيادة أنت فيه ثلاث شهور قبل المعادة الدوري للعلاوة الدولة تكلفتهم مش أقل من 50 مليار جنيه فده معناها أن الدولة بتاخد خطوات استباقية الدولة عارفة أن فيه تضخم عالمي هيصدر إلينا وفيه تضخم محلي فأصدرت شهادة في فايدة 18% هي قر دي لمت بها السيولة اللي كانت موجودة في السوق فأنا ما عنديش أي حدود أكتر من الـ 18% دي إن أنا أقدر أتحرك فيها أنا أصلاً اللي عنده رغبة في استثمار بالشكل ده هو بالفعل استثمار في الشهادة دي فكل ما يقال دون ذلك من احتمالات وتوقعات هي مؤذية للاقتصاد القومي أكتر من فايدتها فأنا مش متضايق إن الناس بتتكلم أنا متضايق إن هم بيستخدموا نوكت وكوميكس وحاجات صدرة من الأعداء يعني على الأقل صدرة من الناس ما بتحبش مصر يعني أنا النهاردة كمصري عايش في البلد دي وأهلي عايشين فيها وده مستقبلنا أزيت الاقتصاد المصري أزيالية والعيلتي والأهلي فأنا بفكر بالشكل ده فأنا يهمني إن إحنا نبقى بنواجه الناس لأخد معلومتك من مصدر رسمي لما يقول للبنك المركزي النهاردة أنا رفعت سعر الفايدة حضرتك تبدأ تبني احتمالاتك على ده وبالمناسبة برضو الناس للأسف في حد صدر لهم فكرة إن البنك المركزي يرفع سعر الفايدة فالأسعار تزيد لا البنك المركزي بيرفع سعر الفايدة عشان يقلل الأسعار يعني هو فيه مشكلة بيوجهها إن فيه تضخم يعني إيه والله يعني فيه ناس كتير عايزة تشتري سلع والمعروض من السلع دي أقل بكتير من المطلوب منها فبتحصل مزايدة التاجر عنده عشر عايزين يشتروا هيبيع لها أعلى سعر فالبنك المركزي بيرفع سعر الفايدة عشان يقول للناس استنوا السنة دي ما تشتريش احتفظ بفلوسك في شهادة بيسحب الفلوس من المحفظة ما بيحطهاش في جيب وبيحطها لك في شهادة ما تشتريش عربية السنة دي أجل شراك ده للسنة الجاية وأنا مديك فرصة استثمارية تقدر تستفيد فيها بفلوسك والسنة جاية بها قاتل العربية بتاعت موديل عشرين تلاتة وعشرين أنا النهاردة بنظم المسألة بالشكل ده فإذا أدوات البنك المركزي هي أدوات تدير أزمة إنما ولا هي أدوات هتحسن في الاقتصاد المصري يعني مفيش حاجة اسمها إن مثلا إحنا نصح الصبح نجيب أحسن وزير مالية في العالم وأحسن محافظ بنك مركزي ياخدوا شوية قرارات كده يبقى مصر حلوة وجميلة ومرضو هيشتغل في قطار معطيات موجودة لازم في الآخر الإنتاج النهاردة إحنا مشكلتنا مشكلة إنتاج مشكلة العالم اللي فيها النهاردة ارتفاع الأسعار اللي موجود على مستوى العالم بسبب إن فيه دول استهلكت منتجات ما أنتجتهاش يعني في ظل وباء كورونا فيه دول عملت حظر كلي الدول دي قعدت لمدة سنتين بتستهلك فقط لغير ولا تنتج فحصل عندها ارتفاع في الأسعار أنا النهاردة بقدر استراضي من هذه الدول وصبت بهذا الارتفاع في الأسعار أنا النهاردة كنت باستورد في 2014 بـ 70 مليار دولار أمريكي عشان أجيب الحاجات اللي إحنا بنحبها العربيات وقطع غيارها والملابس والمأكلات كل الحاجات دي بنصرف 70 مليار دولار أمريكي كانوا بيطلعوا بنجيب المصريين كده يروحوا للناس دي الدولة بخطتها بتحديث الصناعة والزراعة نجحنا إن إحنا نخفض الفاتورة دي لـ 55 مليار دولار أمريكي بخفضنا فيها قد إيه؟ خفضنا فيها نسبة 20% لمن خلال إن إحنا عملنا إيه؟ زودنا الإنتاج وبدأنا نزود الحاصلات الزراعية بتاعتنا بدأنا نزود الصناعات بتاعتنا فالدولة نجحت في الخطوة دي ولكن لازلنا في 55 مليار دولار أمريكي بنستورد بيهم من الخارج تخيل الفلوس دي لو دخلت لجيب المصريين يعني أنا دايما في نظرة الحياة والحياة الناس اللي حولي ما بقولش للناس شدوا الحزام يعني أنا ما بروحش للشاب ولا للأسرة أقوله بص أنت بقى في أزمة فأنت لازم توفر دلوقتي في استهلاكك أنا بقوله زود في عملك يعني إزاي الثمان ساعات اللي بتشتغلهم يبقى بتطلع فيهم منتجات أعلى بتطلع فيهم كمية أكبر لو الثمان ساعات دول مش مكفيينك اشتغل ثمان ساعات تانينه لو أنت في مجال وشايف المجال ده ما بيدخلكش دخل كافي اتعلم مجال جديد النهار ده مستحيل توقع متخصص في عمل من الأعمال وما تلاقيش فرصة عمل جيدة لأن صاحب العمل بيدور على الراجل المتخصص الفاهم اللي عايز يشتغل فإذا الحلول في قدين المصريين مش في قدين شخص اسمه وزير أو شخص اسمه محافظ أو شخص اسمه رئيس إحنا لما نشوف أن العمل عندنا واترته زيدة يبقى إحنا دلوقتي هنلاقي أن فيه تحسن في حالنا لو كل واحد عمل كده في خليته الشخصية الوضع هيضير الدولة هي اللي بتدير العملية الانتاجية فهي دورها تزلل لك العقبات تعمل لك المدن الصناعية لكن أنت دورك أن تروح تاخد مصنع في المدن الصناعية دي وتصنع فيه إحنا النهار ده على مدى سبع سنوات الدولة بنت ستة وعشرين مدينة جديدة ستة وعشرين مجتمع عمراني جديد الدولة عملت بنية تحتية وطرق وكهربة ومية وغاز وأندية ومدارس روح أن تسكن واشتغل هي دي الفكرة لأن الدولة لما بتتدخل في العملية الانتاجية القطاع الخاص بيقول الدولة بتنفسنا وعندها قدرات أكبر مننا فالنهار ده الدور على مين؟ الدور علينا أن إحنا نشتغل البنك المركزي عمل مبادرة حلوة جدا في 2016 مبادرة 200 مليار جنيه اللي تقدموا للشركات الصغيرة والمتوسطة عشان يتوسعوا فده توجهوا لشريحة معينة من الشرايح الانتاجية في الدولة وده حقق نجاح دولة في 2016 أخدت قرار أن كل المصانع الأجنبية اللي عايزة تصدر لنا لازم تبقى بتغضع لنظام الأيزو في رقابة الجودة ولازم تبقى مشجلة عندنا فبدأت تنظف لك السوق من المنتجات الرضيقة ومجهولة المصدر فده بيخلق لك فرصة للصناعة اللي كانت بتعاني من إغراق شديد فالدولة خطبت فئات معينة وشريح معينة من المصنعين ولكن حتى الآن إحنا لم نحول الشعب المصري إلى الصناعة يعني لسه الصناعة ما بقتش جزء من يومنا إحنا كنا بنتكلم على التأثيرات السلبية للعولمة وتحولنا وأمطنا استهلاكية كمان ده وصلنا إن لا الصناعة دي أنا مش عايز إبني يشتغل في الصناعة أنا مش عايز إبني يفتح ورشة أنا عايزه يتوظف في شركة يعني الفكرة دي بقت طغي على قولنا النهاردة أنت في عالم رأس مالي لا يحترم إلا العمل والإنتاج يعني مش مصر لا دي منظومة عالمية كلها ما بتحترمش غير العامل والعامل والمنتج وأنا في ظني إن في ظل هذه الزيادة اللي حصلت للدولار والتدخم اللي حصل فيه هيبقى فيه هامش ربح كبير جدا اللي هيصنع المنتجات محليا أنت رايح تشتري قطعة غيار لسيارتك قطعة الغيار دي هتلاقيها بألف جنيه ممكن يبقى خرطوم مثلا قطعة كويتشف في بلاستيك في جزء حديد أنا شايف النهاردة كتير من المستوردين بدأوا يلجأوا للورش وبدأوا يطلبوا التصنيع منهم يعني لو عندي تصنيع محلي بنفس الجودة والمواصفات هيبقى سعره 700 ولو نص الجودة وأنا النهاردة بدي لك المنتج اللي يكفيك ب500 أنا نجاح توفر للعمل المصري يومية 300 جنيه و400 جنيه فالناس هتروح الحاجة أم الاختراع هو عايز يكسب هيروح ويتقن والصنع المصري صنع محترف جدا أنا بقولك في اللحظة اللي احنا فيها دي كتير من المستوردين وخاصة انقطع غيار السيارات بدأوا يصنعوها محلياً بدأوا يتجعوا للورش اللي حواليهم الحداد والخراط وبتاع البلاستيك وبدأوا ان هم يطلبوا منهم لان في قطع ما بقيتش موجودة